السلام عليكم مرحبا اليوم ان شاء الله هنعمل مع بعض خلية البريوش بالنوتيلا المنزلية طبعا البريوش من المعجنات الفرنسية طرية وهشة وبيكون ملمسها ناعم مراطب يلا بينا نشوف ما قادرنا هنبدأ بإذن الله بعمل النوتيلا المنزلية انا معايا كوباية ونص من البندق الغير محمص يعني ناي انا هدخله الفرن اه حطه في صانية وهدخله الفرن على درجة حرارة مية وسبعين في الرف الاوسط وهقلب فيه طول ما هو بيتحمص عشان يبقى اللون موحد زي ما حضرتك شايفة كده لون جميل وفاتح ودهبي هنبتدي نجيب بقية المكونات انا معايا اه نصف كوباية من السكر البوتر طبعا دي كوباية مليانة ومضغوطة ومعايا طولة كوباية من الكاكاو ومعايا كوباية من الشوكولاتة الشيبس بالحليب هنبتدي دلوقتي نودي الشوكولاتة عشان نتدوبها في المكروفيف لمدة 30 سنية بس هبتدي اجيب الهند بلندر وهنزل فيه البندق اللي اتحمص بس طبعا انا هسيبه لغاية ما يبرد بعد التحميص وهبتدي ان انا اطحنه في البداية خالص هيبقى الطحن زي ما حضرتك شايفة مجروش وهنبتدي نزود الطحن وهنستمر فيه لغاية لما يتحول معايا لمعجون اه اه يعني يعتبر سائل اه وهو ده معجون البندق اللي بيور الطبيعي اللي بدون اي اضافات زي ما حضرتك شايفة هو ده اللي احنا عايزينه انه هو يبقى ناعم جدا اه البندق خرج الزيت بتاعه وخلاص بقى عبارة عن معجون تقدر ان انت تستخدميه في الامواس وتقدر ان انت يدخليه كمان في التشيز كيك وفي اي حلو انت حابت ان انت تعمليه لما نوصله لدرجة المعجون اللي حضرتك شايفها هبتدي انزل بالسكر البودر وطبعا برضو هنزل بقية المكونات الكاكاو وهنزل كمان معانا الفانيلا انا معايا اه فانيلا طبعا دي فانيلا خام فانا استخدمت منها اه نص معلقة اه او ممكن باكت من الفانيلا اللي بيبقى فيه سكر ومعايا اه شوية من الملح يعني اقل من ربع ربع معلقة ملح وهبتدي اطحنهم كلهم مع بعض تاني لغاية لما وصل للقوام اللي حضرتك شايفاه وللون ده يعني دلوقتي ما عادش السكر لا ظاهر ولا اي ولا البندق ظاهر انا جبت الشوكولاتة بعد ما دوبتها في المكرويف وهبتدي انزلها عليها طبعا الشوكولاتة بتعزز الطعم جدا مع البندق وبتجعله غني جدا يعني احلى ميت مرة من اللي احنا بنشتريها من برة لان اللي احنا بنشتريها من برة نسبة البندق فيها بتبقى 3% ورغم هذا بتبقى غالية فتخيالي حضرتك لما تعمليها انت في البيت هتوصلي لطعم رائع ولون مميز غير انه هو شيء بيور يعني جميل هبتدي اجيب دلوقتي برطمان عندي برطمان نوتيلا قديم فاضي انا طبعا غسلته وعقمته ودخلته المكرويف وعايزة حضرتك تشوفي الملمس بتاع النوتيلا بتاعنا اه هو لسه سائل لان هي لسه بردة لكن لونه رائع اه منسجم اه ناعم جدا وهو ده الملمس المطلوب وعايزة حضرتك تشوفيه تاني بعد لما يبرد معانا هيتماسك وهيبقى شكله جميل جدا هبتدي احط كل الكمية في البرطمان وطبعا هتركه على جنب الغاية لما يبرد تماما وبعد كده هغطيه بالغطى وهتركه ممكن تسيبه على في المطبخ ممكن تسيبه في التلاجة يعني في اي مكان المهم انه يكون في شيء في مكان جاف وبارد نوعا ما اه زي حضرتك شايفة بعد مرور ساعتين هو ده الملمس ده فتخيالي لو انا حطيتها في التلاجة هتتماسك قد ايه طبعا هتتماسك لان احنا حاطين فيها شوكولاتة وطبعا ما اضفناش فيها لا لبن ولا كريمة لان طبعا بعد فترة لو انا سبتها وهي فيها لبن او كريمة هتعفن معايا فهي دي الطريقة الممتازة لعمل النوتيلة المنزلية هنبتدي نشوف طريقة عمل البريوش طبعا مفيش اجمل من كده خليط بريوش بالنوتيلة شكل وطعم يلا بينا نشوف ما قادرنا معايا تلتمية وتلاتين جرام من الطحين ده متعدد الاستخدامات ومعايا خمسة وعشرين جرام سكر يعني معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة ومعايا معلقة صغيرة من الملح ومعايا ستة جرام من الخميرة الفورية ومعايا بطين هاخد بيضة كاملة ونص البيضة التانية يعني هناخد منها الصفار ومعايا ستين جرام من الزبدة اللينة دي بدرجة حرارة المطبخ ومعايا كمان تلات تربع كوب حليب دافي طبعا هنجنب الزبدة باستثناء الزبدة هننزل كل المكونات وهنستثني الزبدة في المرحلة دي هننزل اللبن وهننزل عليه السكر وهننزل عليه الخميرة وطبعا زي ما تعودنا قبل كده اللي احنا لازم نقلبهم ممكن تتركيهم لمدة خمس دقايق ان الخميرة تنشط وبعد كده هضيف الصفار البيضة والبيضة الكاملة وهقلب المكونات في بعضها عشان البيض ما يبقاش فيه تكتلات وهبتدي انزل بكل الطحين بتاعي وهنزل عليه بالملح وهودي العجين بتاعي او المكونات بتاعتي للعجان طبعا انا هبتدي اعجن على سرعة متوسطة وهستخدم اداة العجن ومش هعلي السرعة لغاية لما العجين بتاعي كله يختلط هبتدي اعجن من مدة من خمس دقايق لعشر دقايق لغاية على سرعة متوسطة لغاية لما يتلمي معايا العجين وطبعا مش هنسى ان انا انزل كل جوانب العجين عشان دي كله يختلط ويتحول معايا العجينة متماسكة زي ما حضرتك شايفة هنفضل نعجن لغاية اه حوالي من خمس لعشر دقايق او تمن دقايق زي ما حضرتك شايفة كده العجين بتاعنا اتجمع مع بعضه هبتدي دلوقتي اضيف الزبدة واحدة بواحدة يعني الزبدة بتاعتي طرية ده مهم جدا وهبتدي اضيف معلقة بمعلقة من الزبدة لغاية لما تختلط وتبقى عجينة ملسة ومتمسكة في نفس الوقت وهنبتدي نعجن لمدة عشر دقايق طبعا دي اهم خطوة في العجين لازم ياخد راحته جدا في العجين يعني ما تستعجليش عليه لان ليه ملمس معين هنشوفه مع بعض زي ما حضرتك شايفة العجين لسه بيتقطع في ايدي ولسه طري وبيتقطع انا هبتدي استمر تاني في العجين لغاية لما حضرتك تشوفي الملمس ده او تحسيه باديك ان انا لما بشد العجين العجين بيرق معايا لكن ما بيتقطعش يعني بقى مطاطي زي ما حضرتك شايفة مطاطي وملمسه طري وناعم لكن ما بيلزقش في ايديك دي النتيجة اللي لازم احنا نتحصل عليها ان هو يبقى بيموت معايا وفي نفس الوقت ما بيتقطعش ده بفضل ان احنا ادنا له وقته في العجن هجيب بولا وهدي هنا بمادة بزيت بحطة زبدة اي حاجة متوفرة عندك وهنزل فيها العجين بتاعي وهسيبه لمدة التسعين دقيقة يعني ساعة ونص بس طبعا هخمر العجين بتاعنا بعيد عن المطبخ يعني في غرفة او ممكن ان انت تخمريه لمدة ساعة وتحطيه في التلاجة ليلة كاملة وتاني يوم تشتغلي فيه يعني هيبقى اجود وهيبقى احسن كمان في هشاشة العجين زي ما حضرتك شايفها العجين بتاعنا اختمر تمام وعمل معنا خيوط العنكبوت هنبتدي ان احنا نقسم العجين هنقسمه على هنقسمه على تلاتين قطعة يعني قطعة متساوية كل القطعة وزنها حوالي من 21 جرام ل22 جرام يعني بالتقريب زي ما حضرتك شايفها هنبتدي نقور العجين كور بسيطة صغيرة كده لغاية لما نخلص كل الكمية بتاعتنا مفيش ابسط من كده خلاص احنا خلصنا كل الكمية هبتدي اجيب صانية تكون مقاس 30 وحط فيها ورقة زبدة وهبتدي ان انا احط العجين بتاعنا اللي احنا قورناه كله بالحجم اللي حضرتك شايفاه يكاد يكون احجام متساوية هنحط فيها ورقة الزبدة وهنوزع العجين بتاعنا بس هنترك ما بينه مسافات بسيطة عشان نعمل حساب ان هو لسه هيختمر معنا لمدة نص ساعة كمان وطبعا هذا هيعتمد على الاجواء اللي حضرتك بتعيش فيها لو حرع خلال نص ساعة هيختمر لو الجو بارد هنسيبه حوالي ساعة ونص زي ما حضرتك شايفه هنغطيه بغطى خفيف جدا عليه وهنسيبه ان هو يختمر هنبتدي نعمل مكونات التلميع بتاعتنا معايا بيضة حجم منتوسط هنزل عليها زرة من الفانيلا او الخل وهنزل عليها كمان معلقة من الحليب وهقلب الخليط ويبقى كده تمام الخليط الدهن بتاع الخليط البريوش بتاعي يجهز هجيب البريوش بعد ما اختمر زي ما حضرتك شايفه تضاعف طبعا الحجم وطبعا لازم اوصل للنتيجة دي والمسافات ما بينه قلت ولسه كمان لما يدخل الفرن الحجم هتضاعف اكتر زي ما حضرتك شايفه هندهن كل واحدة بخليط البيض اللي احنا عملناه وطبعا هنكون حرسين ان احنا منجيبش الخليط على حواف الصينية عشان ما تتحرقش معانا وهنمسح اي زيادات هتنزل من السوائل على جوانب الصينية وطبعا احنا استخدمنا صينية بحفة مش مرتفعة قوي ولا صغيرة عشان نحافز على حواف البريوش بتاعنا ان هو ما يتحرقش زي ما حضرتك شايفه هندخله على فرن 180 درجة لمدة من 25 دقيقة ل30 دقيقة بالذات لو انا هعمله خلية او هيبقى صف واحد طب لو انا هعمله رغيف او خبز انا هتخله من 30 دقيقة ل35 دقيقة زي ما حضرتك شايفه تقدر ان انت تعملي الخلية نقطعها او نقسمها ل30 قطعة وممكن تعمليها على قطعتين ويبقى رغيف كبير في قالب الخبز زي ما حضرتك شايفه الورق الزبدة بتاعنا ما فيوش اي رواصب ولا اي بوائم من السائل ما تحرقش معانا هنبتدي نسبها تهدى معانا لمدة 10 دقايق وهنرش عليها سكر خفيف جدا للتزيين وهنعمل فتحات بالسكينة فتحات صغيرة في منتصف كل واحدة عشان احنا دلوقتي هنحقنها بالنوتيلة المنزلية اللي احنا حضرناها مع بعض حقيقة ما فيش اجمل من كده بديع وجميل جدا في الشكل وفي الطعم عايزة حضرتك تشوفي النوتيلة بتاعتنا تمسكت وكمان معانا انصاف من البندق المحمص ده اللي احنا هنزين به وهنجيب كيس الحلواني وهنستخدم الاداة بتاعت صقب البريوش او اي معجنات وعايزة حضرتك تشوفي ملمس النوتيلة بتاعنا بقى متماسك هنقلبه شوية على اساس ان هو يبقى سهل معانا في الحقن وهنحقن في منتصف كل واحدة كمية مناسبة ومش هنقطر اكتر من اللازم لان معنى ان هي امتلقت هيظهر معانا الشوية الصغيرين اللي خرجوا على السطح زي ما حضرتك شايفة وطبعا هنقرر العمل في كل النوتيلة بتاعتنا تقدري حضرتك تعملي صفوف منها يعني تقدري تعملي جزء بالنوتيلة ممكن تعملي جزء بالبستاشيو باي زبدة الفول السوداني باي صنف انت تحب تحقينيها او اي معجون تقدري تحقينيها بيه يعني ممكن تكون متعددة الاطعمة في طبق واحد انا النهاردة عملتها بالنوتيلة بس لان انا عندي كمية وفيرة من النوتيلة عايزة حضرتك تشوفي الخطوط او التقطيعات اللي ما بين الكورة والتانية وتشوفي قد ايه ان النسيج بتاع البريوش بتاعنا عبارة عن خيوط زي ما حضرتك شايفة وزي ما حضرتك شايفة ازاي هي ممتلئة من جوة بالنوتيلة المنزلية اللي احنا عملناها مفيش اجمل من كده حقيقي طرية وهشة وطعم غني جدا اه صنع ايدي كست الكل وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتمنى ان طبق اليوم يكون نالي الاعجاب وبتمنى ان اكون وصلت لكم عمل جيد لان ده هدفنا اه هو تبادل الثقافات في الاطعمة وطبعا طبقنا فرنسي من الدرجة الاولى اه لان فرنسا بتشتهر بالمعجنات والمغبوزات اه وبحقيقي لهم الصدارف ده فلذلك انا حبيت ان انا اقدم لكم طبق كما يجب ان يكون اه يريد يكون نالي الاعجاب وبتمنى انكم ما تنسونيش في صالح اعمالكم بالدعاء ليا والام الغالية بالرحمة والمغفرة اكون سعيدة جدا وممنونة واسبكم في رعاية الله وحفظوه اشتركوا في القناة